اشتركوا في القناة فكرة الرياضيات درسنا اليوم هو الزوايا فكرة هذا الدرس يا أعزائي تعتمد على أنني أتعرف الزوايا وأصفها وأصنفها يعني أذكر أنواعها المفردات في هذا الدرس هي الزاوية الزاوية القائمة الزاوية الحادة الزاوية المنفرجة فلنقرأ سويا مثال استعد إذا بدأ أنس حل الواجب الساعة الرابعة مساء وإكمل الحل كما يظهر في الشكل فكم كان دوران عقرب الساعة وبدأ الساعة الرابعة مساء وعقرب الدقائق دار لحد ما وصل إلى 3 فكم كان دوران عقرب الدقائق سنتعرف عليه في هذا الدرس بإذن الله بدأ أنس حل الواجب في الساعة الرابعة مساء وانتهى منه في الساعة الرابعة والربع فصنع العقرب زاوية قياسها 90 درجة الزاوية اللي صنعها العقرب الحين اللي هو عقرب الدقائق هي الشباب الزاوية اللي صنعها عقرب الدقائق بدءا من الساعة الرابعة يعني عند 12 بالضبط إلى الساعة الرابعة والربع يعني عند 3 بالضبط هي ربع دورة أي زاوية قياسها 90 درجة وهي تمثل ربع الدورة ربع دورة العقرب الزاوية هي شكل يتكون من نصفي مستقيمين لهم نقطة البداية نفسها نصفي مستقيمين أي نصفي مستقيمين لهم نقطة البداية نفسها هذه هي الزاوية كما سنراها الحين نصفي مستقيم هذا نصف مستقيم وهذا نصف مستقيم ولهم البداية نفسها فهذه تمثل زاوية هذه اللي احنا شايفينها الحين هذه تمثل زاوية عبارة عن نصفي مستقيمين لهم البداية نفسها الدورة والزوايا نلاحظ ان هنا العقرب دار ربع دورة يعني زاوية قياسها 90 درجة الدورة الكاملة 360 درجة الربع دورة يعني 90 درجة هذه نص دورة يعني 180 درجة هذه ثلاثة ارباع دورة يعني 270 درجة هذه دورة كاملة يعني 360 درجة اذا اذا دار العقرب ربع دورة فانه يصنع زاوية قياسها 90 درجة نص دورة يصنع زاوية قياسها 180 درجة ثلاثة ارباع دورة يصنع زاوية قياسها 270 درجة دورة كاملة يصنع زاوية قياسها 360 درجة كما نرى قارن الزاوية الظاهرة في الساعة بالزاوية الظاهرة في الاطار اعلاه اذا الزاوية الظاهرة في الساعة تساوي 90 درجة او ربع دورة كما قلنا انواع الزاوية هناك ثلاثة انواع للزاوية يا عزائي فهناك الزاوية القائمة قياسها 90 درجة بالضبط الزاوية القائمة قياسها 90 درجة بالضبط وهذا هو رمز الزاوية القائمة الزاوية القائمة اللي هي ربع دورة قياسها 90 درجة بالضبط الزاوية الحادة قياسها أكبر من 0 وأقل من 90 يعني قياسها أصغر من 90 درجة الزاوية الحادة زي ما احنا شايفينها هذه قياسها أكبر من 0 وأقل من 90 يعني 50 درجة تمثل زاوية حادة 70 درجة زاوية حادة 90 درجة تكون زاوية قائمة بالضبط الزاوية المنفرجة زي ما احنا شايفين زاوية كبيرة قياسها أكبر من 90 وأقل من 180 درجة الزاوية المنفرجة زي ما احنا شايفينها يا شباب قياسها أكبر من 90 وأقل من 180 درجة بتكون زاوية كبيرة يبقى الزاوية القائمة زي العمودية بالضبط والزاوية الحادة بتبقى صغيرة والزاوية المنفرجة بتكون كبيرة يعني أكبر من 90 وأقل من 180 درجة صنف كل من الزاويتين إلى قائمة أو حادة أو منفرجة هذه علامة ممتازين هذه علامة الزاوية القائمة اللي قياسها 90 درجة طب وهذه الزاوية الكبيرة هذه الكبيرة خالص هذه المنفرجة هذه عادة اسمها زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 فهتكون زاوية منفرجة فلنتحرك الآن إلى فقر التأكد بالكتاب اكتب قياس كل زاوية بالدرجات وبالدورات ممتازين ممتازين هذه نص دورة يا شباب هذه نص دورة نص الديرة هذه يعني نص دورة يعني قياسها كامل أستاذ نص 360 يعني 180 درجة هذه قياسها بالدرجات يساوي 180 درجة وهي تمثل نص دورة نص دورة وقياسها 180 درجة ممتازين وهذه أكثر من النص هذه أكثر من النص يا شباب يعني ثلاثة أرباع دورة وقياسها 270 درجة ثلاثة أرباع دورة يعني قياسها 270 درجة ممتازين آه هذه من أول الدائرة الآخر دورة كاملة والدورة الكاملة قياسها 360 درجة دورة كاملة وهي تمثل أو قياسها 360 درجة صنف كل زاوية إلى حادة أو منفرجة أو قائمة هذه زاوية صغيرة أصغر من 90 يعني زاوية ممتازين حادة أصغر من 90 زاوية حادة هذه 90 بالضبط يا شباب هذه علامة الزاوية القائمة 90 بالضبط تكون زاوية قائمة هذه علامة الزاوية القائمة ممتازين أكبر من 90 أكبر من 90 يعني زاوية كبيرة خالصة تكون زاوية منفرجة ممتازين زاوية منفرجة متى تكون الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة تكون الزاوية حادة إذا كان قياسها أكبر من صفر وأقل من 90 بمعنى خمسين زاوية حادة سبعين زاوية حادة تسعة وثمانين زاوية حادة وصلنا التسعين مش هتكون حادة هتكون زاوية قائمة تكون الزاوية قائمة إذا كان قياسها يساوى بالضبط 90 درجة تكون الزاوية منفرجة إذا كانت أكبر من 90 درجة وأقل من 180 يعني 100 زاوية منفرجة 120 منفرجة 170 منفرجة 179 منفرجة فلنتحرك الآن إلى فقر التدرب أكتب قياس كل زاوية بالدرجات وبالدورات ممتازين هذي أكثر من النص يا شباب هذه العلامة الحمراء هذي بتوضح لنا أن هذه الزاوية أكثر من النص يعني ثلاثة أرباع دورة اللي هي 270 درجة ثلاثة أرباع دورة 270 درجة ممتازين آه هذي زاوية قائمة أو ربع دورة أو زاوية قياسها 90 درجة قياس الزاوية هذي بالدرجات 90 درجة وبالدورات ربع دورة ربع دورة بس لأنها تمثل ربع الديرة آه ممتازين هذي بالدرجات يا أستاذ الديرة كلها 360 درجة وبالدورات دورة كاملة دورة كاملة صنف كل زاوية إلى قائمة أو حادة أو منفرجة آه ممتازين هذي زاوية أكبر من 90 يا شباب اللي قال هذي أكبر من 90 ممتاز يعني زاوية منفرجة أكبر من 90 إذن الزاوية هذي منفرجة أقل من 90 طبعا لأنها صغيرة هذه الزاوية أقل من 90 يعني زاوية حادة زاوية حادة إلا أقل من 90 الصغيرة هذي زاوية حادة هذه 90 بالضبط يا أستاذ هذه زاوية 90 درجة بالضبط هتكون زاوية قائمة زاوية قائمة ونكتفي بهذا القدر وإلى لقاء في درس قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته